بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا ممكن الحلقة دي نبتديها النهاردة و احنا بنشايرين في طريق يلا نبني و احنا بنبني اولادنا بقى عندنا سؤال سؤال لكل ابو و لكل ام كريمين بنحبهم و قاعدين معاهم و احنا بندخل جوا بيوتنا بنقولهم بيحاولوا يحسنوا في تربية اولادهم فنسألهم سؤال كده و نحاول نشترك معاه قدي ايه بتحس بالخوف ان اولادك ممكن يغلطوا فربنا يحسبك على غلطهم عادي السؤال مرة تانية قدي ايه بتحس بالخوف ان اولادك يغلطوا فربنا يحسبك على غلطهم السؤال زي ما هو واضح زي الشعور اللي حصل لكم دلوقتي الشعور اللي حصل لكم دلوقتي ان طبعا انا بخاف ان ربنا يحسبني على تربيته و ان ربنا يوقفني و يسألني سؤال عسير وكثير من الناس بتسأل هل هتحاسب على أخطاء أولادي هل علي اسم لو حد من أولادي عمل زند السؤال دوت من جملة الأسئلة المسكوطة عنها اللي احنا مقررين ان احنا نتكلم عنها بشكل واضح ليه بقى؟ لأن في التربية الأسئلة المسكوطة عنها في التربية كتير احنا مش بنتكلم على الحكم الفقه بس احنا بنسأل سؤال تربوي السؤال التربوي هو بيتكلم عن سؤال الحضارة سؤال ازاي عن عيش بالدين والسؤال ده أوسع بكتير لما قولك حرام عليك ويجب عليك وعشان كده في ناس كتير عارفين إجابة السؤال ده لكن بيفضل جواهم خوف ان ربنا يحسبهم على أخطاء أولادهم ليه ده؟ معقولة؟ يعني أنا عارف الجواب ده ولا تزيل وزيرة وزيرة أخرى ومع ذلك أنا أفضل خايف هي دي المسافة ما بين ان الواحد يكون متمكن من التربية وعنده قدرة على انه ينفذ أوام ربنا سبحانه وتعالى وانه يكون مرعوب لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا أصل في الحياة كلنا ممكن يخلينا نعيش بأمان واصل بيخلينا متزنين في الحياة وفي كل علاقتنا بأولادنا الله سبحانه وتعالى الاصل لنا لسه ذكره ولا تزيل وزيرة ومزرة أخرى يعني ايه؟ يعني ما فيش حد ما فيش إنسان يؤخذ بزنب حد تاني ما يكونش هو اللي عمل الزنب ده يعني ممكن إنسان يتحاسب على التحريض لكن أكيد مش هيتحاسب على إن واحد بعد ما رباه اختار اختيار تاني يعني احنا مش مؤاخذين ولا علينا اسم مهما أولادنا غلطه أو لو إنه ما تعوش ربنا يعني ايه؟ احنا مؤاخذين لو احنا ما عملناش ايه؟ ما قدناش واجبنا في تربيتهم اللي واجبنا في تربيتهم ايه؟ كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعياتي يعني ايه؟ ليس جزء من مفهوم الرعاية لأولادي إن أنا أدخل كجزء من عملهم واختيارهم أنا مش جزء من اختيار أولادي ولا جزء من عمل أولادي لكن أنا حياتي قائمة على إننا أرعاهم أوفرهم السبيل المناسب لإن لما يجوا يختاروا يختاروا هم نظرين لله سبحانه وتعالى فالواجب علي تجاه أولادي مش إننا نختاره عنهم ولا نحدد لهم المسار اللي هيمشوا فيه وساعات بنحدد لهم المسار نمشوا فيه بالعافية لا ده مش دوري الواجب علينا إننا نفهمهم ونفهمهم ونوعيهم ونعلمهم الواجب علينا مش إجبرهم ولا تهديدهم يا ما قالنا إزاي مش ممكن واحد يضرب ابنه لغاية ما ييفعل الصواب أب ما ويفعل الصواب وبعد كده إيه لا يحصل هيتمرد من جوة على ربنا وهيبقى عنده أول فرصة ممكن يسيب فيها الدين هيسيب فيها الدين يعني أنتوا عشان أنتوا خايفين إنهما يسيبوا الدين تخلونا ما نعملش واجبنا مين قال إن ده واجبك مين قال واجبك إن أنت تقهر إنسان على إنه هو يعمل اللي أنت شايف هو الدين الواجب علينا هو الإحسان في تعلمهم بيننا نتعلم ونعلمهم من المصادر المؤهلة الموثوقة نتعلمهم المعارف الصحيحة إننا نعلمهم بأنسب وسائل التعلم وأرحمها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الكبار والصغيرين بالرحمة إننا ننصحهم بلطف وحكمة إيه اللي حاصل؟ ادعو إلى سبيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلازم نعمل حاجة مهمة أو أوي فأصل وقاعدة ألا تزير وزيرة وزيرة أخرى تغرس فينا جوة لبنا تغرس فينا إن أولادنا مش ملكنا واحدة واحدة الموضوع ده مهم قوي إن أولادنا مش ملكنا إحنا عشان إحنا في الأساس بنشعر إن أولادنا ملكنا ده ابني يعني بتاعي وساعات نقول لأ إن خاف المدرس يشاركنا في إن هو يعلمه ونخاف إن جدتو تشاركنا في تعليمه في بعض الأحيان بيخاف الأب والأم إن هم ما يشتركوا في تعليم الولد لأن كل واحد حاسس إن ده بتاعي ولذلك يقول إيه؟ ابني ما بيرعيش ابني ده مين اللي بتكلم؟ الأم بتكلم على أبوه أولادنا مش ملكنا بالمناسبة أولادنا أمانة عندنا أولادنا محل للعبادة إن احنا نعبد ربنا بالرعاية فهو أمانة عندنا نحسن في الحفاظ عليهم